قد يكون إعلان الحكومة في العراق عن تزديد ثمانية مليارات دولار من ديونها لصندوق النقد الدولي خبرا يشي بأن الاقتصاد العراقي في خير لكن لا يمكنه أن يخفي حقيقة مفادها بأن الواقع الاقتصادي في العراق في حالة يرثى لها صندوق النقد الدولي نفسه وعلى الرغم من استعادة ديونه شدد على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط وفي نهاية العام الماضي بيّن الصندوق أيضا أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الداخل وتحقيق النمو المستدام ليست مصيبة الاقتصاد العراقي في اعتماده على النفط فقط إذ يؤكد خبراء اقتصاديون أن الهدر المالي في المؤسسات الحكومية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنويا وأن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة ومن خلال الحد من مستويات الهدر والفساد المالي يضيف الخبراء أن قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليس من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في موازنة الدولة صحيح أن العراق لم يقطع علاقاته مع صندوق النقد الدولي إلا أنه فقد ثقة الصندوق بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة والمتبعة حاليا من هدر كبير للأموال وارتفاع حجم الإنفاق غير المبرر بعيدا عن الإمتاج وتعدد وسائل الدخل القومية إذ أكد الصندوق أن اقتصاد العراقي غير مستقر ويعاني من تقلبات عديدة لاعتماده الكلية على إيرادات النفط وفي هذا الجانب يجمع الخبراء على أن العراق قد يصل إلى الإفلاس في ظل أي انخفاض قد يطرأ على أسعار النفط